عن مجلس الوزراء حيث وافق مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة ومعي للتعليق على هذا الصندوق وعلى هذا القرار الجميل للسيد عبد الرحمن اللاحمة المحام والمستشار القانوني سيد عبد الرحمن يهلا وسهلا يهلا وسهلا سيد عبد الرحمن نتكلم اليوم عن صندوق النفقة يعني ما الهدف من إنشاء صندوق مثل هذه الصناديق طبعا الهدف هو مواجهته وحل مشكلة كانت واجهها كثير من السيدات المطلقات أنه بعد الطلاق لا تستطيع الحصول على النفقة لأطفالها وابنائها إلا بشق الأنفس وشق الأنفس هذا يكمن في متابعة لعمليات وإجراءات قضائية لها أول لكن ليس لها ثاني ليس كل النساء تستطيع أن تواصل وتتابع هذه الإجراءات القضائية التي قد تطول لسنوات وخلال الفترة هذه خلال الإجراءات القضائية وقبل البت في القضية أيضا لا تستطيع أن تحصل على نفقة لأطفالها وابنائها وبعد الحصول على الحكم قضائي هناك أيضا إجراءة التنفيذ التي قد تطول لتنفيذ الحكم بالنفقة ألف وخمسمائة ريال كثير من الأباء للأسف يتهرب ويعتمد على بيروقراطية العمل القضائي والتنفيذي في المحاكم لذلك جاء هذا الصندوق الفكرة الأساسية أنه يستهدف شريحة معينة من السيدات التي لها حكم قضائبات أو التي لها قضية منظورة أمام المحاكم فتدفع لها المبالغ المحكوم أو المتوقع أن يحكم بها لأطفالها وهي بالتالي ترجع على الأب المحكوم عليه بالنفقة وبالتالي تستخدم هذا الصندوق يمثل الدولة يمثل سلطات الدولة له أذرع قانونية يستطيع أن يتحرك بقوة تجاه هذا الأب المماطل الذي يريد أن ينتقم من طريقته على حساب أطفاله فيتدخل الصندوق بألياته وأذرع القانونية ويسرد هذه الأموال من هذا الرجل ولا يجعل المرأة تراجع وتدخل في دائرة عريضة من الإجراءات البيروقراطية داخل المحاكم هي فقط تقدم هذه المستنادات أو تقدم هذه الحكم ويتدخل الصندوق ليصرف عليها ثم يرجع على هذا الأب جميل سيد عبد الرحمن السؤال مهم جدا فيما يتعلق بحكم أنك تم استشار قانوني محام وعملت على عدة قضايا أنا متأكد من هذه النقطة ما هي الآلية المثالية برأيك لعمل الصندوق الآلية المثالية سواء من بداية رفع الدعوة وحتى استلام النفقة إيش الآلية المثالية طبعا المشروع النظام هو رسم بعض الإجراءات الداخلية لكن هي الآلية الوحيدة في مثل هذه المشاريع أن الصندوق مثل ومثل الصندوق الأخرى يأخذ الحساب المصرفي للزوجة التي تتولى الصرف على أطفالها وأبنائها وبالتالي تنتهي هذه المعضلة ليس هناك تعقيد أو ليس هناك يعني إجراءات معقدة ممكن نخرج من مشكلة ونقع في مشكلة أخرى فهذه هي الآلية التي سيتبعها الصندوق بحيث أنه يصرف مباشرة للأم وفق معايير محددة من حيث المبلغ لأن تقريبا المبالغ المحكوم فيها في مثل هذه القضايا شبه محددة تقريبا فيستطيع أن يضع اللف المعين من خلاله يحدد المبالغ على حسب الأطفال وحسب الأبناء المستحقين للنفقة في الحديث عن المبالغ السيد عبد الرحمن وفيما يتعلق من المبالغ الكثير يتكنن بأن بعض المبالغ مش مرضية أو مش كافية لا وإنما هي مقارنة براتب الأب قليلة جدا هل هذه حقيقة وموجودة؟ للأسف هي حقيقة طبعا هذه قصة أخرى القصة التي نتكلم فيها أنا أرضى بالقليل تقول العالم أي شيء لكن هذا أي شيء أريد أن أتحصل عليه بسهولة لكن الموضوع التي تكلم علي بالفعل هو مشكلة هناك مسكن وهناك أكل شرب وهناك أيضا مصيف أخرى موسمية الأعياد المناسبات إلى آخرها دائما القضاء للأسف ينظر في هذا الاتجاه إلى فقط الحد الأدنى وهو متعلق بالمأكل والمشرب والملبس لكن وفق التغيرات العام الاقتصادية الموجودة في البلد والتي تزيد يوم بعد يوم ومصاليف الأخرى فيبترض أن يتدخل المصال التشريعية في الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلس الشورى يضعوا نصا مكتوبا يحكم هذه النفقة بحيث أن لا تكون خاضعة لتقدير شخص معين وإنما خاضع للسوب يعني معروفة مثلا ألف وخوسمائة ريال لا يمكن تعيل ثلاثة أطفال بالمطلق كذلك لابد أيضا أن الأب يلزم بالمسكن إضافة إلى الماكل والمشرب والملبس وأيضا الأشياء المتعلقة بالمناسبات والأعيال فينظر أيضا من جانب أن الأب الغني لابد أن ينعكس غيناه على أطفاله لا يمكن أن شخص مليونير وتضع نفس المبلغ لرجل متوسط الحال صح فهذه الأشياء لابد تدخل تشريعي من قبل الدولة وإن شاء الله تأتي في مصدر تشريعية من خلال النظام تحكم كل ما يتعلق بقضايا الأسرة بتدائم بالحضانة وانتهان بالنفقة ومروما بالخلع والزواج اللي يتعاني منها المرأة للأسف في المجتمع ستتكلم عنها بشكل موسع إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله شكرا جزيلا على قدومك اليوم